بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو السابق تكلمنا أنه كان هو نهاية الفصل المتعلق بالحماية البرمجية ولكن ظهر عندي مجموعة من المواضيع اللي مفروض نتكلم عنها فبالتالي ما زلنا يعني في الفصل اللي بنتكلم فيه عن الحماية البرمجية تحديث نظام التشغيل حيث توفر الشركات المبرمجة لأنظمة التشغيل تحديثات للمنتج على سبيل المثال مايكروسوفت بتقدم بين فترة وأخرى تحديثات لنظام التشغيل ويندوز ولكافة برمجياتها الأخرى والاستمرارية على تنزيل هذه التحديثات بتجعل من أنظمة التشغيل والبرامج نسخ أكثر قوة وأمان مع العلم أنه أحيانا بعض التحديثات تحتوي على أخطاء برمجية تؤدي إلى حصول مشاكل في نظام التشغيل لذلك إذا كنت مسؤول عن حماية الشبكة فعليك معرفة نتائج هذه التحديثات على أنظمة التشغيل من خلال متابعة آراء المستهلكين على موقع الشركة للتأكد من سلامة هذه التحديثات على البرمجيات الموجودة لديك في الشبكة كذلك يجب عليك أيضا أن تقوم بأخذ نسخة احتياطية من نظام التشغيل قبل أن تقوم بتنزيل التحديثات بحيث لو تسببت التحديثات بأي ضرر عندها سوف تتمكن من إرجاع النظام إلى ما قبل تنزيل التحديثات كذلك من النصائح الأمنية للتعاول مع التحديثات هي أن يتم تجربة هذه التحديثات قبل تنزيلها على أنظمة التشغيل في داخل الشبكة وذلك من خلال تنزيل التحديثات على أنظمة تشغيل موجودة على أجهزة مخصصة للتجربة للتأكد من سلامة وصحة هذه التحديثات في الشبكات الكبيرة يقوم مهندسي الشبكة ببناء شبكة مصغرة عن الشبكة الحقيقية تحتوي على أنظمة التشغيل والأجهزة الشبكية والبرامج والتي تكون طبق الأصل لما هو موجود في داخل الشبكة وذلك لإجراء التجارب على الشبكة المخصصة للتجربة قبل تنفيذها على الشبكة الحقيقية لدينا ثلاثة أنواع من التحديثات المختلفة وهي كالتالي رقم واحد عندنا الهاتفكسس الإصلاحات العاجلة تستخدم لتنزيل التحديثات وإجراء الإصلاحات على نظام التشغيل أثناء عمله على الرغم أنه بعد انتهاء تنزيلها تطلب منك إعادة تشغيل للكمبيوتر لكي يتم تثبيت هذه الإعدادات النوع الثاني واللي هو السيرفيس باك أو يطلق عليها أيضا السيبورت باكس حزم الخدمة أو حزم الدعم وهي مجموعة من التحديثات والتي يتم دمجها معا في منتج واحد وبتحتوي عادة على عدد من الملفات التي سوف يتم استبدالها بملفات موجودة على النظام ويجب عليك التأكد من أن حزم الخدمة تعمل بالشكل الصحيح لأنه في بعض الأحيان تقوم الشركات بنشر حزم خدمة لم يتم اختبارها مما قد يتسبب أحيانا عن عدم الاستقرار في نظام التشغيل وتصل حتى جعل أنظمة التشغيل غير صالحة للعمل نسمع أحيانا عن نظام التشغيل مثلا يقول لك ويندوز سيفن سيرفيس باك ون أو سيرفيس باك تو هذا معناته أنه هذه الاستوانة بتحتوي على نظام التشغيل الويندوز سيفن بالإضافة إلى جميع مجموعة من التحديثات في ضمن فترة زمنية معينة تم تنزيلها ضمن سيرفيس باك النوع الثالث من التحديثات عندي الباتشز الباتشز وتعتبر التصحيح هو إصلاح مؤقت أو سريع لنظام أو برنامج معين وبتكون عبارة عن ملف يحتوي على أوامر برمجية بمجرد النقر عليه يتم تنفيذ هذه الأوامر على النظام بالنسبة لأكثر استخداما عندي الهاتفكسيس هذه بنستخدمها سواء على مستوى أنظمة التشغيل والسيرفرات سواء يعني كانت للعمل أو للأفراد حتى إحنا لما نكون شغالين على جهزة الكمبيوتر بنكون شغالين على جهزة الكمبيوتر ونسمح للتحديثات بأن تنزل وأحيانا إذا كان في خيار أنها تنزل تلقائيا رح تنزل تلقائيا وما نشعر فيها إلا بعد ما تنتهي من عملية التنزيل وتظهر لنا رسالة بتطلب منها إعادة تشغيل تعتبر هي الأكثر استخداما في عملية تحديث أنظمة التشغيل والبرامج بشكل عام بعد كذا من ناحية الاستخدام والشهرة عندي السيرفاس باك أو اللي يطلق عليها أيضا سيبورت باكس وعندي الأقل استخداما في أنواع التحديثات اللي هي الباتشز ننتقل إلى الأبديت نيت وورك ديفايسز عملية التحديث ليست محصورة فقط على أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والسيرفرات هي أيضا لجميع الأجهزة الشبكية والتي تحتوي على أنظمة التشغيل بغض النظر عن نوع نظام التشغيل كمسؤول أمن الشبكة يجب عليك التأكد من أن الأجهزة الشبكية مثل الراوتر أو السويتش والفايروول ونقاط الوصول اللاسلكية كلها بيتم تنزيل التحديثات عليها أولا بأول وذلك من خلال القيام بزيارات دورية لمواقع المصنعين للأجهزة الشبكية الموجودة في شبكتك والحصول على نسخة من التحديثات والتي يتم نشرها فلدينا مثلا الراوترات والتي تعتبر في الخط الأول في مواجهة الهجمات الخارجية مما يوجب عليك الاهتمام بأمن هذا الجهاز وواحدة من هذه الاهتمامات هي الاهتمام بتنزيل التحديثات أجهزة الراوترات والجدار الناري هم أصحاب أولوية عالية من ناحية الحماية كون الراوتر أول من يكون في مواجهة الهجمات الخارجية والجدار الناري كأهم جهاز حماية للشبكة واحدة من أهم نقاط الحماية البرمجية تتمثل في الإعدادات الصحيحة للراوتر والجدار الناري بما يتناسب مع الشبكة التي يعمل بها الجهازين الكثير من الشركات المزودة للأجهزة وكذلك مزودي الخدمة يقومون بالعمل مع مهندس الشبكة لتحديد الإعدادات المناسبة للأجهزة بما يتناسب مع وضعهما في داخل الشبكة بحيث نقوم بتحديد الخدمات والبروتوكولات التي سوف يتم تفعيلها أو عدم تفعيلها في الأجهزة بما يتناسب مع حاجة وتصميم الشبكة ويجب أن نتأكد من أن البروتوكولات والخدمات التي سوف نحتاجها في الشبكة أن تكون هي المفاعلة والباقي لا نقوم بتفعيله وذلك لأن تفعيلها طبعا سيؤدي إلى صعوبة مراقبة الشبكة وتشكيل نقاط ضعف في الشبكة من الممكن أن يتم استغلالها من قبل مخترقي الشبكة لذلك من خلال الجدار الناري بيتم إغلاق أرقام المنافذ التابعة للبروتوكولات والخدمات التي لا يتم استخدامها في داخل الشبكة Hardening Applications أو تصلب التطبيقات عملية التصلب أو التحجر وهي تعني جعل التطبيقات وأنظمة التشغيل صعبة في الاختراق أو أن يتم إلحاق الضغر بها وذلك من خلال ستة الثغرات ونقاط الضعف الموجودة بها وكذلك توزيع الصلاحيات فيما بين المستخدمين فنجد في حساب المستخدمين لنظمة التشغيل نجد أن المستخدم بيمتلك أقل الصلاحيات فلا يمكنه مثلا تغيير صورة سطح المكتب أو الساعة والتاريخ وخلافه من أبسط الإعدادات كذلك مع البرامج والتطبيقات يجب أن لا تكون بكامل الصلاحيات لجميع المستخدمين بحيث يجب أن نوزع الصلاحيات فيما بين المستخدمين فمستخدمين لا يسمح لهم بالدخول على التطبيقات وملفاتها مستخدمين آخرين مسموح لهم فقط بقراءة ملفات التطبيقات فقط مستخدمين آخرين لهم صلاحية التخول على التطبيق وإنشاء ملفات لكن غير مسموح لهم بحذف الملفات أو التعديل عليها وغير ذلك من عملية توزيع الصلاحيات على المستخدمين إن عملية تحجر التطبيقات سوف يؤدي إلى زيادة مستوى الأمان في الشبكة سواء من الأضرار والهجمات الداخلية سواء كانت بقصد أو من غير قصد من المستخدمين أو من الأضرار والهجمات الخارجية مثال لو قام المستخدم بتغيير الوقت والتاريخ في جهاز الكمبيوتر بما يخالف التوقيت الموجود في الشبكة مما سوف يجعل الجهاز الكمبيوتر غير قادر على الاتصال بالشبكة أو مثلا لو قام بالتلاعب بملفات نظام التشغيل مما سوف يؤدي إلى إلحاق الضرر بالجهاز ونظام التشغيل الخاص فيه كذلك مع التطبيقات قد يقوم المستخدم بحذف ملفات عمل مهمة أو إلحاق الضرر بها من أمثلة الهجمات الخارجية دخول فيروس على حساب المستخدم والذي كل ما كان حسابه يحتوي على صلاحيات أعلى كل ما كان الضرر في الشبكة أكبر والعكس كل ما كان صلاحياته أقل كل ما كانت الأضرار الناتجة عن الفيروس أقل كذلك لو قام مخترق بالنجاح في السيطرة على حساب المستخدم عندها كل ما كان صلاحيات المستخدم أعلى كل ما كان بالتبعية صلاحيات مخترق الشبكة أعلى والعكس كل ما كان صلاحيات المستخدم أقل كل ما كانت بالتبعية مخترق الشبكة صلاحياته سوف تكون أقل في داخل الشبكة بإذن الله في الفيديو القادم رح نتكلم عن السيرفرات المختلفة وطريقة وخطوات عمل الهاردنينج لها أي سوف نتكلم عن أشهر أنواع الهاجمات التي تصيب هذه السيرفرات وتفاديها من خلال سد نقاط الضعف الموجودة فيها والسيرفرات التي سوف نتكلم عنها هي كالتالي رح نتكلم عن الويب سيرفرز أو خوادم استضافة المواقع رح نتكلم عن الإيميل سيرفرز أو خوادم البريد الإلكتروني رح نتكلم عن الافتي بي سيرفرز أو خوادم نقل الملفات رح نتكلم عن الـ DNS سيرفرز ورح نتكلم عن الـ NNTP سيرفرز ورح نتكلم عن الفايل والبرينت سيرفرز والخدمات سيرفرز رح نتكلم أيضا عن الـ DHCP سيرفرز أو خدمة توزيع العناوين الـ DHCP ورح نتكلم كمان عن التاتا ريبو ستوريز أو مستوتع البيانات هذه كلها رح نتكلم عنها في الفيديو القادم إذا شفناها طويلة كمان رح نأخذها أيضا في فيديوهين رح نتكلم عن أشهر الهجمات اللي ممكن تصيبها عن أهم نقاط الضعف الموجودة فيها وكيفية سد هذه النقاط الضعف لكي نصل إلى مرحلة التحجر والتصلب هذه السيرفرات في وجه من يحاول اختراقها أو إلحاق الضرر فيها تصلب مستضيف المواقع للإنترنت وهو يعني سد الثغرات الأمنية في سيرفر استضافة المواقع وتعتبر سيرفرات الويب من الأماكن المفضلة لمخترقي شبكات واحدة من أمثلة سيرفرات استضافة المواقع هي الخاصة بمايكروسوفت اللي هي الـ IIS والتي تعتبر ملكية خاصة ولدين الأباتشي والذي يعتبر الستاندرد عام في البداية كانت الويب سيرفر بسيطة وتستخدم لتقديم نصوص وصور أما الآن فتطورت الويب سيرفر وأصبحت تقدم استضافة لقواعد البيانات والفيديو والصوت وتدفق الإعلام اللي هو الستريمينج ميديا مثل القنوات الفضائية كذلك مواقع التواصل الاجتماعي وتقريبا كل أنواع الخدمات الأخرى التي من الممكن التفكير فيها هذا التنوع في المحتوى من الممكن أن تكون أهدافا يتم استخدامها لتنفيذ الهجمات على الويب سيرفر لذلك عليك المراقبة المستمرة على الويب سيرفر وكتبعا أنت بتكون مسؤول عنه ورصد كل ما هو غريب أو مثير للشك كذلك يجب عليك التأكد من حصول المستخدمين للويب سيرفر على الحد الأدنى من الصلاحيات الضرورية لإنجاز مهامهم وأعمالهم أما إذا كان لديك حسابات مجهولة وهي الحسابات للمستخدمين الموجودين مثلا في شبكة الإنترنت والذين ينشئوا عضوية لموقع أو منتدى موجود في الويب سيرفر عندها يجب التأكد من حصولهم على صلاحية عرض صفحات الويب فقط وكذلك اللي بيدخلوا مثلا على صفحات الويب بدون حسابات أيضا لازم نعطيهم فقط صلاحية عرض صفحات الويب فقط ولا شيء أكثر من ذلك ممكن بعض الحسابات بتطلب مثلا نعطيهم صلاحية أنهم مثلا يكتبوا مشاركة أو شيء معين فممكن نعطيهم هذه الميزة فقط دون أن نعطيهم ميزة مثلا أنهم يغيروا مثلا من المحتوى أو يحذفوا محتوى معين في داخل سيرفر استضافة المواقع كذلك تفعيل عملية التصفية الفيلترينغ والتي تقوم بتصفية حركة البيانات القادمة للإنترنت إلى الويب سيرفر بحيث تسمح ببرور ما هو مسموح به ومنع ما هو الغير مسموح به وبذلك راح تساعدنا الفيلترينغ في تجنب الكثير من الهجمات على الويب سيرفر كذلك لكي تتمكن من تقديم حماية أفضل الويب سيرفر عليك على الأقل أن تكون على دراية ولو بسيطة بلغة برمجية اللغة اللي هي اللغة البرمجية فعليا اللي تم تصميم بها المواقع أو الموقع المعمول له استضافة في داخل الويب سيرفر لكي تتمكن من تمييز أي نص أو كود برمجي غير صحيح وضار تعتبر خوادم البريد الإلكتروني العامود الفقري لتبادل الرسائل للعديد من الشركات وفي الغالب يتم تحديد سيرفر مخصص للبريد الإلكتروني وخاص بشركة معينة وهنا يقوم مخترقي الشبكة بإرسال رسائل البريد الإلكتروني تحتوي على ملفات فارة أو فيروسات بهدف تنفيذ عملية اختراق وسيطرة وتجسس على الأجهزة حاليا بيتم تنزيل الفيروس اسكانر على الميل سيرفر بحيث عندما يستلم رسائل البريد الإلكتروني فإنه يقوم أولا بعملية فحص للرسائل البريد الإلكترونية فلو وجد فيها فيروسات أو ملفات ضارة عندها يقوم برفض هذه الرسائل أما إذا وجدها خالية من الملفات الضارة والفيروسات عندها سوف يقوم بإرسالة إلى حساب المستخدم التابع له هذه الرسائل ميزة الفيروس اسكانر قللت بشكل كبير من المخاطر والهجمات القادمة من البريد الإلكتروني وجعلته أكثر أمانا من المشاكل التي تواجه البريد الإلكتروني وتصنف كمشكلة أمنية تتمثل في الإسبام الرسائل المزعجة وهي غالبا تكون رسائل دعاية وإعلانات تصل لحسابات البريد الإلكتروني بشكل متكرر ومزعج لذلك يجب عليها تفعيل خاصية الإسبام وهي عبارة عن خوارزمية من خلالها يتم الكشف عن الرسائل المزعجة وبدلا من توجيهها إلى قسم الوارد يتم توجيهها إلى قسم الإسبام أو البريد المزعج كذلك تمكن المستخدم إذا كان متضايق من رسائل جهة معينة أو شخص معين عندها يقوم بتحديدها كرسائل مزعجة فيتم توجيهها بعد ذلك إلى قسم الإسبام متى ما وصلت له هذه الرسائل من الجهات التي حدتها كجهات مزعجة إلى هنا نكون وصلنا إلى ختاب هذا الفيديو واللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد نال على إعجابكم واستحسانكم وحتى ألقاكم في الفيديو القادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه كان معكم حسن مشهد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا